دائماً كل سنة بنلاقي أسئلة كتير بخصوص زكاة الفطر ومقدارها ويطالة نطلحها فلوس ولا نطلحها حبوب ولا ينفع نطلحها طعام في ظل الظروف الاقتصادية الموجودة دار الإفتاء حسمت الأمر ده وأصدارت بيان قالت فيه أنه يجوز إخراج زكاة المال زكاة الفطر بقيمة نقدية ومقدار الزكاة السنة دي للفرد حيكون 35 جنيه فأكثر ونأكد أكتر على كلمة فأكثر دي طبعاً يعني اللي عايز يزود طبعاً 35 جنيه طبعاً يبقى ده شيء جميل ومحبب جداً هيتكلم أكثر عن الموضوع ده إزاي بيتم حساب قيمة زكاة الفطر إمتى الموهد اللي احنا نطلع فيه زكاة الفطر عن نفسي وعن أهلي وعن زوجتي وعن أبنائي أسألة كتير جداً حول قيمة زكاة الفطر ستحاول نجاوب عنها مع ضفنا المنوارنا في الستوديو دكتور عبدالله محمد حامد مدير إدارة التوجيه والإرشاد في منطقة وعظ الجيزة بالأزهر الشريف الشريف أهلاً بك فاندي منوارنا ومشرفنا يعني دار الإفتاء حددت مقدار زكاة الفطر بـ 35 جنيه فقط فأكثر أنا مؤكدة تالية عايزة أكد على كلمة فأكثر دي لأن الناس بتتاني من مبارح بداية عشان نفهم كده مع حضرتك كيفية حساب قيمة زكاة الفطر أحمد الله تبارك وتعالى وأصلي وأسلم على خير رسله محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً مباركاً إلى يوم الدين كل عام حضراتكم بخير والأمة الإسلامية بخير وأسأل الله أن يجعل هذا اليوم يوم فتح ونصر وخير وبركة على الأمة الإسلامية وعلى الوطن العربي أجمع يا رب العالمين زكاة الفطر هي فريضة من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال فرض علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر وكلمة صدقة تطلق على الصدقة وعلى الزكاة اتباعاً لقول الله تبارك وتعالى خذ من أموالهم صدقة تطاهرهم وتزكيهم بها أي زكاة فرسول الله يقول ابن عمر فرض علينا رسول الله صدقة الفطر صاع من تمر أو صاع من ذبيب أو صاع من أقط أو صاع من شعير على كل مسلم حراً كان أو عبداً ذكراً كان أو أنثى كبيراً كان أو صغيراً فصدقة الفطر ثم قال صاع من تمر أو صاع من شعير وصاع هو أربعة آماد والمد هو مقدار كفين باليد الوسطى بالراحتين الوسطى للكبيرة ولا الصغيرة لا بيد كبيرة على غير المعتاد ولا بيد صغيرة يعني بالمقدار بالكيلو ابتداء من اثنين كيلو وربعمل جرام إلى اثنين كيلو وستمائة جرام تمام طيب زكاة الفطري هي فريضة صحيح متى تخرج زكاة الفطري هل ممكن نخرجها في أول رمضان نخرجها في العشرة أو آخر نخرجها قبل العيد المسألة خلافية بين العلماء والخلاف مستساغ والنبي أجاذ هذا وهذا وذاك الإمام الشفعي قال تخرج زكاة الفطري من أول رمضان من أول ليلة من رمضان نمكن أن أخرج زكاة الفطري نعم والإمام مالك والإمام أحمد بن حنبل قال قبل صلاة العيد بيومين أو بليلتين الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه أرضا قال قبل صلاة العيد وكل خلاف مستساغ الأصل في إخراج زكاة الفطري أنها تخرج قبل صلاة العيد لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن أداها قبل الصلاة كانت فريضة ومن أداها بعد الصلاة كانت صدقة من الصدقة حالي من صلى الصلاة في وقتها أدى الفريضة في وقتها طيب إن خرج وقت الصلاة أصبحت نافلة أصبحت هي دين في عنق الإنسان ولكن بدل أن تكون آداء أصبحت قضاء وهكذا نعم طيب الناس بتبقى حيرانة 35 جنيه دي اتحسبت على أساس إيه اتحسبت على أساس الصعيد زي ما حركت بتقول أو 2 كيلو 400 جرام أو ما يقارب يعني لو إحنا بنتكلم في 2 كيلو نص مجازا ومن أنهي نوع من أنواع الحبوب إحنا أمح وعندنا رز وعندنا شعير وعندنا حاجات كثير جدا تحسب على الأنهي إيه لأن أسعارهم متفاوت ابتداءا علمائنا وسادتنا من دار الإفتاء المصرية بارك الله في أعمارهم وأسأل الله أن يوفقهم لما يحب ويرضى هم لا يأخذون المسألة هكذا وإنما لمعايير شرعية وأحكام فقهية ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأصل في زكاة الفطر أنها تخرج من غالب قوت البلد من غالب قوت البلد فنحن عندنا في مصر غالب قوت البلد أننا نخرج قمحا صحيح أهل مصر يأكلون القمح ويأكلون الأرز فهي تخرج من الغالب الغالب الأرز ولا القمح المتغلب الناس بتأكله القمح طيب القمح الذي يكون منه العيش طيب هل تخرج زكاة الفطر عيس السائل ويقول طيب لي النهاردة كيلو الدقيق بيتجاوز الثلاثون جنيها يعني قلنا اثنين كيلو نص ممكن نعدي السبعين جنيه طيب لي هم على أي أساس قدروها 35 جنيه هالتقدير هنا على المادة الخام وليس على المطحون أنا أتحدث عن القمح وهو ما زال قمحا قبل أن يصنع دقيقا قبل أن يطحن دقيقا وعلى الأرز وهو شعير قبل أن يطحن فيكون أرزا أبيضا فهم قدروها على ذلك جميل لماذا هذا التقدير؟ هذا التقدير لمصلحة الفقير لأن زكاة الفطر تجب على كل مسلم تجب على كل مسلم وهي مرات تكليف له مرات تكليف نعم يعني وتجب إخراج الزكاة طعاما أو مالا يعني هنا هل في اختلاف في الأراء الفقهية في ضرورة إخراج زكاة الفطر مالا أم طعاما؟ أذكر هذه الجزئية ولكن قبل أن أذكرها في عجالة أقول زكاة الفطر تجب على كل مسلم غني أو فقير لماذا؟ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر قال تهرة للصائم من اللغو والرفث وتعمة للمساكين فزكاة الفطر هي جبر الخلل الواقع من الصائم أثناء صيامه كما أن السنة هي جبر الخلل الواقع من المصلي في صلاته فهي تجبر الخلل الذي حدث طيب على من تجب تجب على من يملك قوت يومه وقوت عياله لمدة ليلة تجب على زكاة نعم طب واحد فقير بيقول أنا فقير وعنديش أعمل إيه بس بيجيلي صدقات كتير أو نسبة الدين شنط رمضانية ينفع أن تطلع منها أي وطبعا ما دمت أنك تملك قوت يومك وقوت عيالك تطلع منها بزكاة الفطر نطلعها مال ولا نطلع حبوب مسألة خلافية والحرب الدائرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا وغير ذلك نقول يا سادة رفقا الإسلام دين يسر ما كان الرفق في شيء إلا زانة وما نزع من شيء إلا شانة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الدين يسر وليشاد الدين أحد إلا غلبة فسدده وقاربه زكاة الفطر أخرجها رسول الله طعاما لقول حديث بن عمر رضي الله عنهما كما عند الإمام البخاري ولكن الإمام أبي حنيفة وجمهور الفقهاء على أنها تخرج طعاما إلا أن الإمام أبي حنيفة قال تخرج مالا لمصلحة الفقراء والاحتياج الناس لذلك وهنا نقول هل الإمام أبي حنيفة وحده هو الذي قال بهذا الرأي لا لا بد أن نتوقف هنا ولا بد أن نعي ذلك جيدا إن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجازها أن تخرج مالا ومن التابعين من أجازها أن تخرج مالا ومن السابق واللاحق يعني مثلا نقول من الصحابة سيدنا عمر بن الخطاب وابنه عبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وغيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجوها مالا نجد لعصر التابعين نجد أن عمر بن عبد العزيز الخليفة العادل الزاهد أخرجها مالا وغيرهم وغيرهم بعض من تلامذة الإمام أحمد بن حمب أخرجها مالا بعض من تلامذة الإمام الشافعي الإمام بن تيمية أخرجوها مالا هل معنى ذلك أن هؤلاء كلهم آراؤهم غير معتبرة لا الفتوى نحن نقول تتغير الفتوى بتغير الزمان والمكان وتدور مع الدليل حيث دار وجودا وعدما فإذا هنا المسألة فيها رفق وفيها يسر طيب أنا أخرج من هذا الخلاف كله كيف ببساطة طلعتها فلوس طلعتها حبوب استزتنا الكريمة ربنا يبارك في عمرك نخرجها كيف ببساطة أنا دلوقتي حيران ومش عارف أنا نطلعها فيه ناس بتشكك فيها وقولوا يا صلى الله عليه وسلم غير مقبولة يا سيد الكريم يا أختنا العزيزة طلعوا زكاة الفطر مش قادر مش عارف فقراء طلعها حبوب حضرتك وديها لجمعية معتبرة مشهورة وعندنا جمعيات كثيرة جدا مشاهرة ومعروفة وعندنا بيت الصدقات وبيت الزكاة وغير ذلك طلعها مال وقول لهم دي صدقة وفطرهم ما هيخرجوا حبوب نياباتا عنه ويجوز الوكالة في ذلك نعم طيب حضرتك قلت فعلا بفعل الأماكن اللي ممكن نقدر نتوجه لها فيه يعني طرق أكثر تطور كمان تقدر الناس بتتبرع مش لازم تروح تسلم فلوس بإدها ممكن تروح تبعت من خلال الرسائل تبعت التبرع التحويل الأبليكيشنز المختلفة إنستا باي وغيرها يعني فيه عندنا طرق كتير جدا البعض بيرى أنه مدام ما طلعهاش كمان فلوس يعني دول أكثر تشددا الوافقة شوية على الفلوس لكن لازم تطلع فلوس بالإيد كاش هل ده منطقي لو أنها خرجت لمصلحة الفقير لقول النبي صلى الله عليه وسلم أغنوهم عن ذل السؤال في ذلك اليوم ومعنى أغنوهم أي أن الفقير ماذا يحتاج في يوم العيد سوى أنه الغني ماذا يصنع يوم العيد يشتري لأبنائه الملابس الجديدة طب بما يشتري هل يشتريها بالحبوب أم بالمال إذن لو أخرجناها مالا جاز هذا الأصل في المسألة أنها خرجت الزكاة وأنها دفعت للفقراء والمساكين ولا بأس بذلك وسواء أخرجتها مالا يدا بيد أو أخرجتها وكالة وأعطيتها لمكان جمعية أو مكان ما يكون وكيلا عني في هذه المسألة كل ذلك جائز بإذن الله تبارك وتعالى والخلاف مستسع وما دام أن المسألة خلافية بين الفقهاء إذن الأمر فيها متسع يخرج المسلم زكاة الفطر عن نفسه وعن زوجه وعن أولاده في هذه المسألة يعني حابين نعرف أكتر كيف نتعامل مع الأولاد الصغار أم الكبار تحت ولاية الأب أم لا وإذا كان الزوج منفصل عن زوجته كيف يتعامل وتصرف ابتداء صدقة الفطر تجيب أو زكاة الفطر تجيب على من تجيب عليه نفقتهم يعني على ولي الأمر ومن تجيب عليه نفقتهم من زوجته وأولاده وإن كان أبويه يعيشون معه وتحت مسؤوليته واجب عليه أن يخرج عنهم زكاة الفطر مدام ينفق عليهم مدام أنه ينفق وهو بيده الإنفاق يخرج زكاة الفطر عنهم طيب زكاة الفطر تجيب على من الكبير ولا الصغير ولا البنت ولا الرجل تجيب على الكل حتى المولود الذي استهل بصرخة قبل صلاة العيد يعني المرأة الحامل ثم وضعت جنينها قبل صلاة العيد فاستهل المولود بصرخة وجبت زكاة الفطر بل إن بعضهم كان عنده مسألة الأحوط ابن عمر رضي الله عنهما قال تخرج زكاة الفطر عن الجنين في بطن أمه لأن هذا أصبح هو جزءا منها فاتطلع احتياطا وإن كان ذلك يعني غير رأي الجمهور لكن الأصل في المسألة أنها تخرج عن من تجب عليه النفقة اللي هو ولي الأمر طيب النهاردة الزوج منفصل عن زكته بس تجب عليه نفقة أولا لقول الله تبارك وتعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين من أراد أن يتم الرضاع وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولد إذا هنا الأب وهو مسؤول عن أولاده وجب عليه أن يخرج عنهم زكاة فطرهم ما دام أنهم ينسبون له فهنا تجب زكاة الفطر لهذه المرأة التي تعول هؤلاء الأولاد طيب إن تزوجت المرأة خلاص أصبحت في حياة زوجية مختلفة طيب النهاردة أنا عايش مع والدي عايشين في بيت واحد بس أنا متزوج والأموال اللي أنا بشتغل بها بنصبها في جيب والدي من الذي يخرج الزكاة؟ أنا أم والدي والدي هو الذي يخرج ما دام أنه بيده الإنفاق وهو المسؤول عن البيت نعم لكن إن كنت منفصلا في عيش أنا عايش في شقة والدي عايش في شقة وأنا منفصل وكل منا له قعام منفصل ومال منفصل كل يخرج عن نفسه أنا بشتغل وليه دم مالية منفصلة زوجي هو اللي يدفع عني الزكاة ولا أنا أطلع وزوجي يطلع زيت الخير خيرين شرعا زكاة الفطري زكاة الفطري تجيب على الزوج لزوجته أنا لدي غمة مالية مستقلة السيدات اللي بيملكوا فلوس المفروض يطلعوا عنهم لأنهم صاموا هنا نقول إن كان الزوج اشترت على زوجته أن يكون له من هذا المال واشترت عليها أنه يكون مشاركة هذا المال بينها إذن تصب المال في يده ويخرج عنها وعنه لكن إن كان الاتفاق مبدئيا لك ذمة مالية مستقلة وانا لا أزاحمك في هذا المال ولا أنازعك فيه خلاص ليس عليها أن تخرج لأنها هي معلقة برقبته بحب موجة بعقد الزواج فأصبح هو المسؤول عنها وهو الذي يخرج الزكاة عنها حتى ولو أن لها ذمة مالية طيب إن كان الزوج فقيرا معدما ما معهوش والزوجة معها أموال تخرج الزكاة عن زوجها وهذا جائز أجازها والفقراء طب مين اللي لم يطلعوش الزكاة عندنا في مجموعة ما بالدول همش ان يطلعوا الزكاة الفقير والمعود الفقير هنا يا فندم الفقير المعود الذي لا يملك قطة يوم الذي لا يملك قطة يوم تجib الزكاة على من يملك قطة يوم يوم واحد نعم يعني هو لو شعرف يجيب أكل يوم واحد ده تحت قط الفقرة المعدن نعم المعدن تسقط عليه تسقط عنه الزكاة لقول الله تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها فوه الإسلام دين يسر ما جاء إلا بالقدرة والاستطاعة ما دلت أنني خرجت عن دائرة القدرة والاستطاعة فالله لا يحملني فوق طاقتي والله لا يكلفني فوق مشقتي فالفقير المعدم ليس عليه زكاة كذلك المدين المعدم ليس عليه زكاة وكذلك الإنسان اللي هو مريض مرضا لا يرجى برؤه وليس معهما ليس عليه زكاة نعم طيب فيما يتعلق النهاردة يعني خلاص بندخل العشر أيام الأخيرة في شهر رمضان المبارك وهي يعني نرجو من الله أن تكون عتقا من النار خطبة الجمعة اليوم عن فضاء العشر الأواخر في شهر رمضان المبارك نعم نسأل الله عز وجل أن يجعلها ليالي عتقا من النار يا رب العالمين هذه الليالي المباركات هي خير ليالي الدنيا على الإطلاق فنحن عندنا يا الله تبارك وتعالى يقول والفجر وليالي عشر قال بعض العلماء الليالي العشر هي الليالي العشر أو آخر من رمضان لأن فيها ليلة القدر وليلة القدر قدرها لا يعدل أي قدر على الإطلاق ليلة خير من ألف شهر العلماء يقولوا 83 سنة لا نؤفنا هذا ليس 83 سنة خير وربنا لما يقول خير نكره تفيد العمومة والشمول يعني أفضل من ذلك وما دام أن الله عز وجل قال أفضل من ذلك إذن هي لا يحصى قدرها ولا يعلم فضلها إلا الله عز وجل فهذه الأيام المباركات نتنافس فيها بالخيرات نقدم فيها من الطاعات نقيم لله تبارك وتعالى وأنا أقول لكل مسلم عندما تدخل المسجد في أي وقت في زهرا عصرا مغربا عشاءا ترويع نجد النية لله بالاعتكاف هذه الدقائق تؤجر إن شاء الله لو دقيقة واحدة تصدق من مالك لقيت جنازة إجري وإدرك الجنازة فلها فضل عظيم عند الله تبارك وتعالى لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه من أصبح اليوم منكم صائما قال أبو بكر أنا يا رسول الله قال من تصدق منكم اليوم بصدق قال أبو بكر أنا يا رسول الله قال من تبع منكم اليوم جنازة قال أبو بكر أنا يا رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمعنا في امرئن إلا دخل الجنة الإنسان الذي يصنع هنا وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وربنا قال أياما معدودات يعني أنا أقول وأعجب من كل مسلم من لم يستطع أن يسجل اسمه في سجلات أهل الجنة في هذه العشر المباركات فقد حرم الخير كلهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن الشقي من حرم خير هذا الشهر الشقي حقيقة فهي نتنافس في الخيرات ونقدم ما يرضي رب البريات ونجأر إلى الله بالنعوات في هذه الأيام علها تكون تخفيفا عننا من الغلاء والوباء وأن يرفع الله عز وجل تلكبوة عن الأمة وأن يجعلنا في عز ونصر وتمكين يا رب العالمين يا دكتور هون علينا إحنا السيدات العشر أواخر عايزين نعمل من الطعاط زي الرجال اللي عندهم فرصة أنهم يعتكفوا ويصلوا وإحنا عندنا أشغال كثيرة في البيت وفي الأولاد والامتحانات يعني عندنا أمور كثير والواحد بيبقى طمعان في الثواب وطمعان في الأجر يوزين هزين الله يجزيك خير عن هذا السؤال يعني أقول لكل أخت مسلمة وكل مربية في بيتها وكل أم يعني وأنت تصنعين الطعام جدد نية لله تبارك وتعالى بأنك تطعمين صائما يعني حتى ولو كان الصائم هذا زوجك أو ولدك أو والدك أي كان هو فلك الأجر كاملا بإذن الله تبارك وتعالى لقول النبي صلى الله عليه وسلم من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعطقا لرقبته من النار قال الصحابة يا رسول الله ليس كلنا ما يجد ما يفطر عليه الصائم قال يعطى هذا الثواب لمن فطر صائما على تمرة أو شربة ماء أو مزقة لبن فإن شاء الله بتجديد النية وهي تصنع الطعام لزوجها ولأولادها تؤجر وتأخذ أجر الصائم كاملا من غير أن ينقص من أجورهم شيء هذه الأولى هذه الثانية أنها تكتهد في ذكر الله تبارك وتعالى إن كانت من ذوات الحيض والظروف الشهرية نقول لها اجتهدي في ذكر الله تبارك وتعالى ولا بأس أن تقرأ القرآن ولو من الهاتف فالهاتف صورة ضوئية يجوز تلاوة القرآن منه فإقرأي من القرآن ما استطعت إلى ذلك سبيلا اذكر الله تبارك وتعالى فأفضل شيء على الوجود بعد القرآن ذكر الله لقول الله تبارك وتعالى ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا أذلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من إنفاق الورق والذهب وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا عناقهم ويضربوا عناقكم قالوا بلى يا رسول الله قال ذكر الله عز وجل الإنسان يذكر ربنا يبقى أخت المسلمة تذكر ربنا في هذه الأيام المباركات تكثر من الصلاة على سيد البريات صلى الله عليه وسلم تكتهد في الطاعة ما استطاعت إلى ذلك سبيلا تتصدق من مالها إن شاء الله بإذن الله كل ذلك في موازين حسناتها وقبل رجاء من كل أب وهو يخرج صدقة الفط أن يصطحب ولده معه ويخرجها ويعطيها له في يده ويقول له خذ يا ولدي وتصدق حتى يربيه على الإحسان ويستشعر بقيمة أن يتصدق ويتقدم بهذه الزكاة ويستنى سنة يعني فيما بعد حينما يدبر يقوم بذلك نعم لأن الأب هو قائد لولدك فكما يقولون إذا كنت إمامي فكن أمامي فإن رأى الولد أبوه في الخير هكذا يكون إن شاء الله بهذه الصفة الطيبة بعد ذلك شكرا لحضرتك نورتنا وشرفتنا دكتور ساعدنا بوجود حضرتك معانا جدا الدكتور عبدالله محمد حامد مدير إدارة التوجيه والإرشاد في منطقة وعد الجيزة بالأزر الشريف شكرا لوجود حضرتك معانا كل سوء وحضرتك بألف ساحة وخير شرفتنا ونورتنا الله سيدك في الدنيا والآخرة